يعني نعيش مع حضراتكم بصوا احنا نسمع مع حضراتكم بصوت او هنروح نعيش بالصوت وبالصورة في مطار القايرة علشان نشوف جمهية نادية الزمالك العظيمة الكبيرة اللي موجودة في استقبال حاليا دلوقتي مع كل الشخصيات العامة مع كبار الناس اللي موجودين في مصر في استقبال قطال نادية الزمالك علشان كمان نرجع بعديها زي ما قلت لكم احنا بنغطي كل الاحداث وكل البطولات هنروح لحدث مهم جدا والاعلان عن اقامة مستر اولمبيا لبطولة كمال الاجسام في مصر يوم 13-14 مارس اللي جايين نروح بقى نعيش مع الاجواء ونرجع نكمل حوارنا الممتع مع الكابتن محمد عمار موسيقى 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 زي ما حضراتكم شايفين استقبال يعني اسطوري استقبال كبير جدا من جميلها لزمالك الفرحة كانوا محتاجينها في الوقت ده مش فرحة بس جمهوري زمالك فرحة مصر كلها وكل واحد محب للبلد دي ومحب لعبة كرة القدم اللي فعلا شرفونا قدام فريق انا اعتقد ان هو من الفرق القوية ترجل تونسي واحد من الفرق القوية في قارة افريقيا في الفترة الاخيرة لكن طبعا قدام الانداء المصرية قدام نادي الزمالك الفريق الكبير اللي كان موجود جمهور ليه في الملعب صراحة كانوا وقفين مع وقفة كبيرة جدا وكان ليهم دور كبير مع مجلس الادارة مع كل من هو ينتمي الى الكرة المصرية ورادة المصرية عشان يخرجوا مبسوطين الناس ده جماعة بتعيش علشان كرة القدم بتحب كرة القدم وكرة القدم مع انها لعبة بس بص يعني بتفرح الناس كلها اللي بيشجعها واللي بيحبها واللي بيعيش عليها لسه مكملين مع كارت المحمد عمارة لكن زي ما قلت لحضراتكم احنا ميتكلم في احداث رهداء كتير جدا مش بس